اشتركوا في القناة اهلتها للوصول لهذه المرحلة من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية متمنيا جلالته لها مزيدا من التوفيق وأكد جلالة الملك المفدى في برقية على التقدم الذي حققته مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق ومكتسبات المرأة البحرينية على امتداد مسيرتها والتي أثبتت خلالها دورها المتنامي وقدرة على خدمة مجتمعها في مختلف مناحي الحياة مشيدا جلالته في هذا استياق بما يتم تنفيذه من برامج ومشاريع ومبادرات في إطار استراتيجية ثابتة وواعية تستهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية وهما مثل نقلة نوعية وحضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي بالبحرين وأشار جلالته إلى أن المرأة البحرينية تتمتع بحقوق سياسية متقدمة عكستها التشريعات الوطنية التي أسهمت في تثبيت حقوق المرأة انطلاقا من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة العدالة الاجتماعية وهما ساهم في توسيع المشاركة الشعبية وإشراك المرأة بشكل فاعل في الحياة السياسية بمملكة البحرين بعد طريق طويل أصبحت الديمقراطية هيلاري كلينتون أولى امرأة يرشحها حزب رئيسي في الولايات المتحدة لمنصب الرئيس هيلاري السيدة الأولى الوحيدة في التاريخ الأمريكي التي كان لها مكتبها في البيت الأبيض ولعبت دورا ملحوظا في الإدارة الأمريكية كممثل غير رسمي للرئيس في شتى أنحاء العالم ولعبت كلينتون الكثير من الأدوار في السياسة الأمريكية بداية من عضويتها في مجلس الشيوخ إلى منصبها كوزيرة للخارجية ما حققته هيلاري كلينتون من نجاح سياسي يعد شاهدا على ما تتمتع به المرأة من عزيمة وأسرار وقدرة فائقة على القيادة وتحمل المسؤولية وفي مملكة البحرين تمكنت المرأة البحرينية من تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ففي ضل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة تقلدت المرأة البحرينية أرفع المناصب الرسمية إذ زاد عدد النساء في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية ونالت المرأة وبالجدارة العديد من الحقوق والمكتسبات التي جعلتها نموذجا عربيا يحتذا به فالمرأة البحرينية تقلدت منصب وزيرة وسفيرة ورئيس الجامعة وقاضية وعضو في مجلس النواب والشورى وسيدة أعمال إضافة إلى العديد من المناصب الإدارية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص كما تم تعين المرأة البحرينية كأول امرأة عربية تتولى منصب رئيسة الجامعية العامة للأمم المتحدة وثالث امرأة على المستوى العالمي تتقلد هذا المنصب كما عينت رئيسة لمجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات وعضو في الهيئة الاستشارية الخليجية ومستشارة للأمين العام لجامعة الدول العربية ومديرة للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة وعلى صعيد متصل وتأكيدا للعناية التي توليها القيادة السياسية في المملكة للمرأة البحرينية صدر الأمر الملكي السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس لعام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرنة صاحب الجلال الملك المفدة والذي مثل نقلة نوعية وحضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البحرين وقد جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليكون بمثابة المرجعية الرسمية التي تعني بشؤون المرأة البحرينية وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها في مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والسياسي والثقافي ما قامت به المرأة البحرينية يؤكد مقالته مرشحة الرئاسة الأمريكية في خطابها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي أن المرأة حدودها السماء